اهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك ميسك ونعتذر على طول هذا الفاصل أرحب بضيفي الأستاذ المحامي فواز حمامي سعد صباحك أستاذ فواز السلام عليكم صباحا خير جميع مكابعينكم حياكم الله أستاذ فواز دائما من أكثر الأسئلة من أكثر الأمور التي تسترعي اهتمام الناس موضوع إذن العمل باعتبار أنه فيه استقرار ربما يؤهل للحصول على الجنسية التركية وغير ذلك ربما من المزايا التي قد نتطرق إليها إذن العمل أو إقام بداية ناس تقول إذن عمل ناس تقول إقامة عمل هل هما نفس الشيء ولا هما موضوعين مختلفين لا هما مو نفس الشيء إذن العمل ولا هي تعتبر يعني للعمل في تركيا للأجنبي فيه له طريقين أما يكون هو إذا كان هو لاجئ حماية مؤقتة له إذن عمل والنوع الثاني هو إقامة عمل إقامة العمل لأي أجنبي حتى لو كان سوريا معه إقامة سياحية مثلا ممكن يقلبها لإقامة عمل وتتحول الإقامة للكارت الأحمد تحول إقامة عمل بيستمر على أساسها إذن العمل هي جماعة حماية المؤقتة طبعا فيه فرق حتى بالبطاقة الشكل عام مزوط نفسه ولكن في الخلفية مكتوب فيها أنه هي تكون مقام إقامة الإقامة في تركيا هذه هي إقامة العمل غير إذن العمل آه جميل طب أستاذ فواز يعني باعتبار أنه موضوع دائما إقامة العمل بيقول لك أهم شي ناس تسعى إليها غير أنه يعني جعل العمل نظامي هو أنه بعد خمس سنين أظن أنه يعني بيتأهله للحصول على الجنسية هذا الأمر بينطبق على التنتين ولا فقط بإقامة العمل لا بالنسبة للحماية الجماعة حماية المؤقتة هي إذن العمل هاي ما فيه إلى مدة محددة للحصول على الجنسية هي السبب للحصول على الجنسية أحيانا بعد شهرين ثلاثة من إذن العمل عم بيبعثوا عليهم ولكن صار فترة الأخيرة بيأخذوا بعد سنة أو سنتين من إذن العمل شافوا أنه مستمر على أساسه بيبعث لأنه هي جنسية استثنائية أما لباقي الأجانب حتى لو كان سوريا ولكن هو خامس عمل خمس سنوات إذا استمر في الخمس سنوات هاي الخمس سنوات بعدها بيحتمي فاتم على جنسي ألو لعائل جميل هي مشروطة لإقامة العمل جميل إذن الخمس سنوات شرط لإقامة العمل أما أذن العمل قد يحصل على ذلك قبل ذلك بكثير نعم قبل ذلك بكثير ممكن جميل أستاذ فواز لو أجينا لإقامة العمل كيف يعني إنسان مثلا معه إقامة سياحية فكيف تتحول إلى إقامة عمل كيف هي الخطوات هل هي جميلة الإقامة السياحية صراحة شروطة شوي أكتر وتطول بالدراسة أكتر يعني أول ما يدخل الإنسان اللجنبي يدخل إلى تركيا قال إقامة سياحية المخروف بعدما يطلع إقامة سياحية إذا كانوا يعمل بشركة ممكن إذا كانوا يعمل بشركة عن طريق الشركة اللي يشتغل فيها يتقدمونه بأوراقه إذا كانوا وصاحب شركة لازم يكون فيه إلى يعني خاصة من سترة الأخيرة في كتير شروط يعني الشركة ما لازم يكون شركة غير فعالة لازم يكون الشركة فعالة لازم يكون إلى عم تطعب ضرائب وإلى مبيعات وإلى إخراجات على هذا الأساس بنعطى ولكن إذا كان هذا الأمر غير موجود يعني حتى كان ممكن العمل ممكن نفسه إذا كان بيشتغل بهذه الشركة ممكن العمل نفسه ما بيعطوه إقامة عمل إذا هناك شروط متعلقة بالشركة نفسها نعم بالشركة نفسها سواء كان إذا بدي أخذ إذن عمل لصاحب العمل أو للعمل اللي هو إقامة موضوع مثلا إذن العمل للحماية جماعة حماية المؤقتة شروط أقل وأسهل حتى يبتجي بسرعة ولكن لجماعة الإقامة السياحية اللي بيحولها لإقامة عمل حصرا لازم يكون الشركة إلها أعمالها الشركة لازم تكون عندها يعني سجل مبيعات ورأس مال هاي كلها تمشروطة بالإضافة الشرط الأساسي لازم يكون مشغل خمس أتراك خمس أتراك ثابت هو الأجنبية جميل دم تكون شغل خمس أتراك مقابل أجنبي وشركة فعالة وغير ذلك يعني هون هنا الشركة أستاذ فواز بتسجل هذا الشخص على أنه موظف نظامي عندها وبتدفع عليه تأمينات وبعد ذلك هو بيروح بيقوم بإجراءات الإقامة لا هي الإقامة العمل هي نفس اللي بيسوها هي هي خلص ما عد في داعي لا يقدم بالمكان تاني ولا يبسو شي هو بيعط الأوراق للمحاسب الشركة محاسب الشركة هاي كتير ناس في لبس بيروحوا على محامين لإلوه أنا بدي إقامة هذا العمل عمل المحاسب محاسب الشركة حطرا المشاور المشاور المالي المشاور نعم هاي شغلته هي الأساسية هو اللي بيشتغل ما يشغلت محامي محاسب الشركة خاصة هو اللي بيشتغل هو اللي بيساويها بتعتبر انته إقامة عمل و بالأصل لازم بعد تنديد أول سنة ثاني سنة يعطوك سنتين ولكن جرت اللي عندها في تركيا هون كل سنة بسنتها المال المشاور هو اللي بيقدم الطلب شميل أستاذ فوز أحيانا يعني نسمع أنه مثلا شخص فعلا حصل على إقامة عمل هو يعني يعمل في شركة معينة للظروف معينة هو طرعا يترك هذه الشركة الشركة طلعته أو هو وجهت فرصة أخرى أو هو صار مشكلة ترك هذا العمل هل هذا بيقطع هذا التسلسل يعني فكرة الخمس سنوات و فكرة إقامة العمل هل إقامة العمل بتصبح لاغية لو ترك الشغل ريثة ما يبحث عن عمل آخر ولا في آلية معينة للحفاظ عليها هذا هو بيقطع هاي هاي السنوات ذا ترك العمل ولكن لازم يكون خلال فترة شهر ينتقل لشركة تانية لشركة تانية ويأخذ إذن عمل الانقطاع هذا بيأثر نعم بيأثر عليه و ذاك نحن بنوصح دايما لما تعرف حالك أنه إنت رح تترك بهاي الشركة رجع جدد إقامة سياحية مشان ما يسير عندك انقطاع بالإقامة العمل دايما لما بيعرف الشخص أنه رح يترك هاي الشركة قبل الفترة بيقدم على إقامة سياحية بيستخرجها و بيرجع بيرجع بعد ما ينتقل الشركة التانية برجع يقدم طلب وإلا بتعتبر الإقامة العمل ملغية يعني طب أستاذ فواز هنا لو فعلا إذن هو أراد أن يترك هذا العمل أو عارفا أنه فيه ظرف ترك للعمل إذن يذهب ليقدم على إقامة سياحية حتى لا يقاب بدون إقامة ذهب قدم إقامة سياحية وفعلا ترك الشغل فألغيت بإذن العمل بعد فترة بعد أشهر وجدت فرصة في مكان آخر وحصل على إقامة عمل هذه الفترات تحسب مع بعضها ولا هو مع الأسس نص القانون نص القانون أنه عام بيقول خمس سنوات دون انقطاع نص القانون خمس سنوات دون انقطاع يعني ما مرة علينا أنه في حدا صار عنده انقطاع هذا الأمر ولكن نص القانون هو اللي ينطبق إلا إذا كان في استثناء ولكن نص القانون بيقول أنه خمس سنوات دون انقطاع حتى لو كان انقطاع بسيط أنه انتقل من شركة إلى شركة نعم مع الأسف دون انقطاع ولكن نحن ليش عمل لازم يسوي إقامة سياحية لن يعتبر داخل تركيا وغير مقيم بإقامة نظامية حتى يحافظ على بقاءه على بقاءه أما إقامة العمل إذا أردت أن أحافظ عليها يجب أن بمعنى أنه اتفاهم مع الشركة السابقة واللاحقة بحيث أنه انتقل دون أن أحدث انقطاع ربما يعني فالذلك الأفضل أنه يستمر بنفس العمل لا يتركه أبدا حتى يحافظ على خمس سنوات بدون انقطاع جميل هذه نقطة مهمة لأنه فعلا أحيان المشكلة إذا كان قضى سنوات وبعد ذلك تذهب يعني ممكن يجي على آخر سنة بيصير عندهم انقطاع رشكاء فيه شغلة كمان بينوه عليها أنه لا تستخرج إقامة سياحية وأنت مالك لحاجة لها لأنه في بعض يعني وقتها من أدّم على الجنسية للشخص المقيم عم بيقولون أنت مطالع إقامة سياحية بهذه الفترة لما يطالع إقامة سياحية في بعض الإدارات عم بيعتبروها انقطاع إذا مادام مستمر بالعمل يجب أن لا يخرج إقامة سياحية كي لا تفهم على أنه التوقف للعمل يعني كأنه ترك العمل ورح سياحة يعني تقريبا بالمناسبة أستاذ فواز هل هذا الأمر ينطبق أيضا على الإقامة الإنسانية أم أنها موضوع آخر لا الإقامة الإنسانية أصلا هي نوع من أنواع الإقامة ممكن ممكن هو يحول إقامة عمل ما في أي إشكال إقامة الإنسانية هي نوع من أنواع الإقامة ممكن ولكن جماعة الإقامة الإنسانية في عندهم شروط الشروط نفسها ما تنطبق بإقامة العمل لأنه إقامة الإنسانية عم بتشترطة أنه لازم يكون جوال سفر منتهي طيب أنت لما عم تتحول لإقامة العمل جوال سفر لازم يكون كاري المفهول في تناقض يعني عمليا ما بيتم هذا الشي ولكن يعني نظريا إقامة الطالب قابلة لأن يعني تقلب إلى إقامة عمل أم أنها بحاجة إلى السفر وعودة إقامة الطالب هون من هاي حالة رح تنتهي طالما هو عم يحول حاله من طالب لإقامة عمل بذلك هاي الحالة تنتهي نعم أنا أخصد طالب تخرج فلنقل يعني خلصت حياته كطالب هو بإدري مباشرة يحول إقامة عمل أو هو بحاجة إلى مغادرة البلاد ما في داعي للخروج ليش؟ لأنه لساته مقيم بشكل نظامي في تركيا طالما إقامة سارية المفعول بيقدم على طلب عن طريق الشركة نعم بيأخذ لأنه دخوله لتركيا دخوله نظامي جميل على ذكر أنه سارية المفعول ساتهوات خطر بالي الآن سؤال موضوع المدة يعني أنا لدي إقامة سياحية مثلا تنتهي في تاريخ معين متى ما زال أمامه فرصة الإنسان أنه يحول إلى إقامة عمل قد يبدأ يكون بائي فيها لازم يكون فيها ستين يوم ستين يوم نعم بس في أحيانا في أقدم ولكن الإقامة العمل كتير عم تطول هلا الإقامة عفوا إذن العمل عم يطول أحيانا خمسة عشر يوم لشهر بالكتير أما الإقامة سياحية عم تطول أكتر من عفوا إقامة العمل عم تطول أكتر من شهرين دراسة لازم يكون عندك الإقامة سياحية فيها ستين يوم حتى يكون في فرصة أعود قليلا إلى إذن العمل لموضوع الحماية المؤقتة أو الكملك إذن العمل يعني أنت ذكرت أنه شروطه أسهل ما هي هذه الشروط وهن في نقطة لأنه بدي أصل لنقطة موضوع المدينة اللي مسجل فيها وإذن العمل كيف بيفيده أنه يعني ينقل قيده من مدينة إلى أخرى حتى نحن بالأصل كان أنه اللي عنده إذن عمل هو خاص فقط للموجود بولايته ولكن استثنوها بفترة من الفترات أنه بيحسن بولاية تانية يأخذ إذن عمل لكن بهذا الفترة الأخيرة حاليا يمكنك تقدم طلب ولكن ما في مواصعة يعني مئة بالمئة عم بيجي رفض يعني ما حدا مثلا حاليا كتير ناس عم بيساو مشان كملك إسطنبول نقل أو غير ولاية حتى كل الولايات عم بيجي رفض حاليا طبعا أسهل كان من ناحية أنه كان مشتبطين كل عشر أتراك ولكن هذا عمليا ما عم بيطبق يعني حاليا في شركات فيها بس اثنين سوريين مثلا مع ذلك عم بيجي موافقة موافقة تجي بين 15 إلى 20 يوم الرسوم أقل تقريبا 2000 ليرة أو أقل حتى فهنا بكل نواحي أسهل ولكن حاليا موضوع نقل الكملك على إذن العمل هذا الأمر غير موجود ما بعض إذا بيسمح الوقت فيه تنويه كتير مهم بهذا الأمر بيسمح بس أبل بدي أسأل سؤال إذا بالنسبة لإذن العمل كما ذكرت أنه أسهل لأنه ما يدقق على شرط الأتراك مقابل الأجنبي والرسوم أقل هل أيضا صحيح أنه مثلا في إذن العمل بالنسبة لحملة الكملك أنه ما عنده سي جي كي يدفع شهريا تقريبا حاليا اقترب من 3000 أظن لا في دفع شهري في دفع نعم في دفع شهري طبع الصاحب العمل المخروض هو نعم ونفس المقدار الذي يدفعه إقامة العمل هذا موحد هذا هذا الرسوم موحد سي جي كي مال علاقة تمام ولكن رسم القبول هو الأقل نعم رسم الأول الذي يدفع أول مرة أقل للحصول على الإذن ولكن بالسي كورتة نفس الشيء نفس الشيء بالنسبة أجنبي أو تركي نفس الشيء فقط في فرق بين صاحب العمل وبين العمل جميل أستاذ ما هو التنويه لدينا وقت تفضل ما هو التنويه المهم التنويه أنه حاليا في ناس كتير لسه مقتنعين أنه ممكن أنا أخذ إذن عمل بولاية تانية وعلى أساس بيجييني يطبول هذا الأمر انتشر فيه مكاتب السماسرة كتير مكاتب السماسرة لما الفترة الأخيرة ما عم بين قبل شو عم بيقولوا لناس قولوا لناس أنه بأخذ لك أول شيء سي كورتة بعد شهرين أو ثلاثة بسأولك إذن العمل يكون صار وقت اللي تنقل بدون إذن عمل اللي عم بيصير فيه أنه عم بيثبت لده سي كورتة ولده الإشكور أنه هذا الشخص عم بيعمل بدون هذا أجنبي عم بيشتغل بدون إذن عمل فبيتثبت عليه مية في مية قانونا في صار إصال ثابت إنه هو طالح سي كورتة قبل إذن عمل لأي أجنبي لحتى يحسن يشتغل في تركيا لازم يكون أول شيء عنده إذن عمل ثم سي كورتة ولكن مكاذب السماسرة بس مش هنحصلوا على مبلغ مالي وبعدين مش بيصير ما بيهمون بييروحوا يعملوا له سي كورتة ويورجوا أنه هو مسجل في سي كورتة في مساحة إسطنبول بيدفع هذا الشخص مصاري ويستنى على 25-23 لأي شيء إذن عمل هاي الحالة وما مع الأسف تحولت من سي كورتة أولاد هذا الشخص إذا يشكور بحطوا عليه جزا الجزا عم يكون ثقيل ومن بعد تحول لأكوش إدار لأكوش إدار عم تبطل الكملة على هذا الأسف فكثير ينتبه على هذا الأمر سي كورتة بدون إذن عمل لا يجهز الأجنبية يعني ممكن توصل لإلغاء الكملة كله نعم نعم وهي حصلت مع نفس وبعدين بنهاية يعني ترحيل بفهم من هالكلام يعني بس أبطل لتبلك طب شخص معرض بالترحيل أما للتوقيع وبعد فترة بجوزة رحلو ممكن يكون برحلو مباشرة إذن نقطة هي كتير جوهرية فعلا أستاذ فواز أن الإذن العمل سابق للسي جي كي نعم أي أجنبي حتى يحسن يشتغل مثل مثل أي مواطن تركي أو يأخذ إذن عمل بعدين مثل أي مواطن تركي يحسن يشتغل ويسجل بالسي جي كورتا أما اللي عم بيسوي مكاتب السماسر حاليا عم بيسوي سي جي كورتا بدون إذن عمال وأن سبعة الزيادة التوصية يبعثون للناس حتى يقنعوهم يقولون القانون تغير وشي هذا الكلام غير صحيح لا تغير ولا أعتقد رحيم جميل إذن هذا نقطة مهمة واشكرك على وقتك هل هذا الأمر ينطبق أيضا على موضوع إقامة العمل اللي بتجي فوق إقامة سياحية نعم نفسه ينطبق وحصت مع نفس كمان وأبطلت الإقامة على هذا الأساس جميل إذن دائما إقامة العمل قبل السي جي كي نعم لأنه بيكون عنده إقامة سياحية بروح ويسأول له يعني السي جي كي من بعد يقدمون طلب أو جزء حتى ما يقدمون فهذا هذا غلط يعني وإذن العمل نحن ننسح فيه جميع الناس لأنه ما صف بس للجنسية أصلا حاليا موضوع الجنسية توقف الإستثنائية حاليا متوقف في كل ولاية تركيا بقاءك في تركيا بضروري جدا إذن العمل على الأقل يجعل وضعه طبيعي وما يكون معرض مثل ما تفضلت إلغاء الكمليك أو أن يصبح غير نظامي ومهدد للترحيل أشكرك جدا أستاذ فواز إضاءات مهمة جدا